بكافة مكوناتهم ومختلف أطيافهم من كرد وعرب وسوريان وأرمن وشركس توافد أهالي مناطق شمال وشرق سوريا إلى مدينة قامشلي وبالتحديد إلى ملعب الثاني عشر من أذار للمشاركة بالفعاليات الجماهيرية المطالبة بالإفراج عن قائد حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان والتأكيد على دعمهم لحزب الخضر اليساري في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في تركيا طبعا هذه المسيرة وبنفس الوقت تجمع جماهيري كبير على مستوى أقليم الجزيرة بشكل عام الهدف من هذا التجمع هو المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان ومعرفة مصير القائد في زنزانة في إمرالي حقيقة كل المكونات وكل المناضلين للحرية والديمقراطية قلقون من وضع عبدالله أوجلان خاصة وضعه الصحي المشاركون في المسيرة من كافة مناطق شمال وشرق سوريا عبروا عن دعمهم لحزب الخضر اليساري في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا ودعم إرادة كافة الشعوب التواقع إلى الحرية وبنفس الوقت المسيرة تكون داعمة للحزب اليسار والخضر داعمة ومؤيدة لعملية الانتخابية التي تشهدها تركيا وباكوري قردستان في 14 أيار على أمل انتصار هذا الحزب بحصول على عدد كبير من المقاعد في الفرلمان الأمل أنه يسبب في تغييرات جديدة وأحداث جديدة توجه تركيا نحو دولة ديمقراطية أفضل ما تكون دولة فاشية معادة لإرادة الشعوب كما وجه المشاركون في التظاهر رسالة إلى كافة الشعوب في تركيا لمساندة مرشحي حزب الخضر اليساري في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررات في الرابع عشر من أيار مايو الجاري بغية الخلاص من ظلم واستبداد النظام التركي القائم دعماً ومساندة الانتخابات التي تجري في باكوري كردستان طبعاً هذه الانتخابات لها أمل كبير بنجاح الشعوب التواقع إلى الحرية ويكون الصوت الكردي هو تأثير في هذه الانتخابات طبعاً هذه الانتخابات ستحدد مصير تركيا فالكل يريدون التغيير في النظام التركي وانتهاء الاحتلال والهجمات على الشمال وشرق سوريا وشارك في المسيرة جميع أهالي مناطق شمال وشرق سوريا وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية بالإضافة لحركات وتنظيمات المرأة إلى جانب شيوخ ووجهاء العشائر العربية والكردية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر